السلام عليكم وأهلا بكم يوم 25 يوليو الجاري كشفت بريطانيا عن خطط روسية لاستهداف سفن ونقلات تجارية مدنية في البحر الاسود خلي بالك البحر الاسود ده هو اللي روسيا منعت من خلاله تصدير الحبوب الاوكرانية للعالم وعلى حسب التأرير البريطانية المنشورة فروسيا مش بس هتمنع تصدير الحبوب لا دي ممكن تمنع اي بضايع تانية من انها تتصدر من خلال البحر الاسود طيب ايه هي بقى الحكاية بص يا سيدي بحسب التصريحات الرسمية للسفيرة البريطانية في الامم المتحدة باربرا ودوارد قالت ان بريطانيا عندها معلومات بتشير الى ان الجيش الروسي ممكن انه يتحرك لضرب اهداف خاصة بمنشآت تصدير الحبوب الاوكرانية بالاضافة كمان لضرب السفن اللي حتنقل الحبوب الاوكرانية دي ومعها السفن والنقلات التجارية المدنية بغض النظر عن نوع البضاعة اللي حيتم نقلها على السفن دي طبعا المعلومات دي نقلها كمان رئيس الوزراء البريطاني ريتش سوناك لرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي في اتصال جماعهم يوم الثلاثة وعشرين يوليو الجاري وعلى فكرة كل اللي فده مجرد معلومات سطحية لان المعلومات المهمة والتقيلة كشفت عنها السفيرة في لقاء صحفي خاص قالت فيه ان بريطانيا او تحديدا جهاز المخابرات البريطاني MI6 بيمتلك معلومات مؤكدة بتشير لان روسيا زرعت الغام بحرية عند مدخل المواني الاوكرانية طيب روسيا عملت كده ليه؟ ببساطة علشان اي سفينة تخرج من غير اذن او خارجة اطار الاتفاق يتم تدميرها في البحر الاسود فحتكون في الاساس طبعا طلعة من المواني الاوكرانية او دخلة للمواني الاوكرانية وسواء السفينة دي طلعت او دخلت فهي في الحالتين حيتم تفجيرها من خلال الالغام المزروعة تحت ارصفة المواني في اوكرانيا وبما ان السفن حيتم تفجيرها داخل المياه الاقليمية الاوكرانية فروسيا طبعا هتاخد حوادث التفجير دي حجة علشان توضح للعالم كله ان اوكرانيا مش قادرة ان هي تحمي موانيها مع ان روسيا اصلا هي اللي زرعت الالغام على حدود المواني الاوكرانية ده طبعا بحسب ايه؟ بحسب تصريحات السفيرة البريطانية في الامم المتحدة هي اللي قالت كده وهي اللي نقلت المعلومات دي عن جهاز الاستخبارات البريطاني نفس المعلومات دي برضو نقلها رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الاوكراني يعني احنا كده بقى بنتكلم عن معلومات مؤكدة اصلا ماينفعش يعني رئيس وزراء بريطانيا يرفع سماعة التليفون ويكلم رئيس اوكرانيا ويقعد يقول له خلي بالك اصلا هيحصل كذا وحيحصل كذا وحيتعامل فيك كذا في المواني بتاعتك وما تكونش في النهاية المعلومات دي صحيحة بالتأكيد لازم المعلومات دي تكون صحيحة بنسبة 100% لانه اصلا الوقت الحالي هو وقت حرب فكل معلومة لها تمن وتخيل قوة عظمى زي بريطانيا تبلغ اوكرانيا بمعلومات مغلوطة وهي في وقت الحرب فالوضع هيكون سيء جدا جدا وممكن المعلومة الغلط دي تسبب انتكاسة للجيش الاوكراني فمعلش بعد اذنكم ما ينفعش حد يكتب لي في التعليقات انه مش مصدق التصريحات البريطانية دي لان التصريحات دي يا فندم صدرت رسميا عن سفيرة بريطانيا في الامم المتحدة وكمان نقلها بشكل رسمي رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي فاحنا بنتكلم عن معلومة رسمية معلنة مش مجرد تخمينات صحفية او تسريبات على اي حال برضو يوم الثلاث خمسة وعشرين يوليو صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافرلي بان روسيا بتستهدف تدمير صادرات اوكرانيا الغزائية عبر تفجير صفل مدنية في البحر الاسود لو حضراتكم ملاحظين بقى فانتو هتلاقوا ان رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وسفيرة بريطانيا لدى الامم المتحدة وعليهم وزير الخارجية البريطاني كلهم اتكلموا في نفس الموضوع في نفس الوقت كل حصل يوم الثلاث خمسة وعشرين يوليو الفين تلاتة وعشرين فهل ده ملافتش نظر حضراتكم لحاجة وهو ان بريطانيا اصدى ان هي تنشر رسميا على لسان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية المعلومات دي هل تفتكروا ان بريطانيا كدولة عظمة ممكن تخاطر باعلام معلومات سرية بشكل رسمي من غير ما تكون المعلومات دي صحيحة او دقيقة احنا هنا مش بنتكلم عن تسريبات صحفية اطلاقا او بنتكلم عن مقالات رأي لمحللين سياسيين او صحفيين بريطانيين احنا بتكلم عن تصريحات رسمية لرئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجية بريطانيا وسفيرة بريطانيا في الامم المتحدة يعني بنتكلم عن اعلى مصادر موثوقة في بريطانيا اللي هما بنفسهم نشروا الموضوع ده انا على فكرة مش متبني اطلاقا وجهة النظر الاوكرانية ولا حتى البريطانية ولا الروسية انا بس بوضح لحضراتكم اننا لازم نفرق ما بين عدوتنا وكرهنا للمعسكر الغربي وما بين التقييم المنطقي لمدى صحة الاخبار اللي نشرتها بريطانيا يعني مش اي معلومة بتنشرها بريطانيا فهي طبعا معلومة صحيحة ولا معلومة مغلوطة في كده وفي كده الهدف مش هيكون طبعا في حالة زي كده اضعاف روسيا او انهم يتبلوا على روسيا لا اكده احنا بنفكر بطريقة طفولية جدا ما احترامي للجميع لكن في نفس الوقت ما يليقش ابدا اننا نسمع طول الوقت لطرف واحد ولا يليق برضو ان احنا طول الوقت نشكك في المعلومات اللي جاية من طرف واحد يعني لو انت مع المعسكر الغربي فما ينفعش انك تشكك في كل البيانات اللي طلع من روسيا ولو انت مع المعسكر الروسي فما ينفعش برضو انك تشكك في كل بيانات اللي طلع من المعسكر الغربي بس الحل هو انك تعرف امتى روسيا بتقول الحقيقة وامتى الغرب بيقول الحقيقة على فكرة بريطانيا ما عندهش مصلحة في نشر معلومات مزيفة بخصوص المواني الاوكرانية واحتجاز روسيا للسفن التجارية وتفجيرها ده لانه اصلا شيء متوقع واعلن عنه البيت الابيض الاسبوع اللي فات واصدر بيان رسمي كمان بيحظر روسيا من شان اي هجمات على سفن مدنية او زرع الغام في البحر الاسود ولكن اللي عملته بريطانيا ان هي حولت التحذير الامريكي من مجرد تحذير واحتمال لمعلومة مؤكدة من خلال التقارير اللي نشرتها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء نقلا عن جهاز المخابرات البريطانية طيب نفهم بقى احنا ايه من كل الكلام اللي فات ده نفهم ان روسيا مش نوية جيبها البر وان ازمة الحبوب ممكن تستمر لايام اطول وخلي بالك انا بستعمل مصطلح ايام مش شهور ولا اسابيع لانه معنى استمرار الازمة دي لا اسابيع وشهور انه هتحصل مجاعات في كل قارات العالم تقريبا لان حرفيا 60% من شعوب العالم بتعتمد على الحبوب الروسية والاوكرانية بنسب متفاوتة طبعا ولكن روسيا عايزة ان هي تستثمر ازمة الحبوب دي وتقد منها اكبر استفادة ممكنة وممكن في النهاية تلاقي ان روسيا بترفرض شروط على المجتمع الدولي بخصوص فتح باب تجارة الحبوب مرة تانية من اوكرانيا وبعد ما يتم حل الازمة تظهر بقى ازمة المتفجرات فبالتالي تبدأ روسيا جولة جديدة من المفاوضات للحصول على مكاسب اكبر فهي دلوقتي بدل ما كان عندها كارت واحد بتتفاوض عليه اصبح عندها كارتين ازمة الحبوب وازمة الالغام انا شايف ان ده لا يعيب روسيا في شيء هو صحيح فعلي لا اخلاقي ولكنه بيصب مباشرة في مصلحة السياسة الروسية واي دولة ما كان روسيا حاليا في عز الحرب اللي شغالة دي اكيد هتستخدم كل كروتها سواء كانت كروت الضغط دي اخلاقية او لا اخلاقية فالتوضيح ده مهم علشان محدش يفهم ان انا بهاجم روسيا او متفق مع وجهة النظر الغربية ولكن الحقيقة ان ولا روسيا ولا الغرب بيلتزموا ابدا باخلاق الحرب لان حتى الحرب لها اخلاق منها مثلا انك متساومش على الحياة المدنيين ولا على غزائهم ولا على دوائهم علشان تحقق مكاسب سياسية او عسكرية على الارض ولكن الغرب بيعمل كده واوكرانيا بتعمل كده وروسيا برضو بتعمل كده فبالتالي كلهم مجرمين حرب وده اللي انا اعلنته من اول يوم للغزو الروسي الاوكرانيا اننا على الحياد التام ولا لنا مصلحة مع اوكرانيا ولا لنا مصلحة مع روسيا ولا مع الغرب احنا هنا مجرد محللين واناقلين للاخبار من وجهة نظر محايدة اما بخصوص تطورات الصراع الروسي الاوكراني اللي ممكن تأثر على مصر تحديدا فاحنا ساعتها بناخد صف الجهة اللي متحلفة مع مصر يعني لو كان الغرب هو اللي بيساند مصر في القضية ضد روسيا مثلا فاحنا ساعتها حنساند الموقف الغربي ولو كانت روسيا هي اللي بتساند مصر ضد الغرب فطبيعي لازم نساند روسيا من الاخر احنا بنلف وبندور مع مصلحة بلدنا مصر فقط لا غير وهو ده انتماءنا وهو ده هدفنا من التغطية السياسية اللي بنقدمها على القناة هنا وهدفنا في المقام الاول هو خدمة المصالح السياسية المصرية والعربية برد النظر عن اي اعتبارات تانية اتمنى ان موقفي يكون واضح جدا ومفهوم لحضراتكم وللعلم روسيا اعلنت انها على استعداد لتصدير الحبوب الروسية للعالم كله وتعويض نقص الحبوب الاوكرانية وقالت ان ده بيشمل التصدير التجاري وكمان الشحنات المجانية للدول الفائرة يعني علشان الغرب ما يطلعش روسيا ان هي اللي بتجوع العالم زي ما هو حاول يعمل فعلا وان الغرب هم اللي حنيينين وبيفكروا في الفقراء والمشردين في الارض لا روسيا حرقت عليهم الكارت ده كمان وقالت اللي عايز امح واي نوع من انواع الحبوب اخوكم بوتين رأبتوا سدادة ياريت تشاركوني بقى رأيكم في التعليقات هل تفتكر ان روسيا ممكن فعلا تفجر السفن التجارية المدنية خلال دخولها او خروجها من المواني الاوكرانية بعد فتح الطريق لنقل المواد الغذائية عبر البحر الاسود وخصوصا الحبوب بكل انواعها والقمح على رأسها طبعا ولا حضرتك شايف ان الموضوع ما هو الا تهديد من روسيا للدارة بس على المجتمع الدولي وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية طبعا باكبر صورة ممكنة قبل نهاية الحرب وقبل الجلوس لمائدة المفاوضات وبالتاني تكون روسيا داخل المفاوضات من موقف اقوى واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته